في هذه الأثناء نعم الزملاء يبلغونني بأن والدة رئيس مولودية وهران نعم كمال مهوي نعم اتصل بنا والدة رئيس مولودية وهران أحمد بالحاج مدوبابا توفيت في هذه الأثناء نعم رحمها الله إذن نستكمل الفقرة الرياضية الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلنت عن معاقبة فريق مولودية الجزائر بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار في قضية توقيع اللاعب المغترب ماتي جاس دون تسوية قضيته مع فريقه السابق اتحاد بالعباس مع إقاء الملف مفتوحا لجمع معلوماته الأخرى فيما تركت ملف توقيع اللاعب الحراش رياض كنيش في وفاق السطيف مفتوحا إلى غاية جمع معلومات كافية علما وأن اللاعب انتقل إلى الوفاق وفاق السطيفي مؤخرا